اشتركوا في القناة اقربوا علينا شوية حقائب هذي نعم بسم الله خلاص هذا جاهز تمام شوفوا اخوة هناك لديهم لا يبقى احد في الخارج الله يبارك فيك جزاك الله خير اشوف اذا اشيرك هنا تقرأ نعم سورة خاصة تمام بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا ميهده الله فلا مضل له وميضل الفلا هادي له وأشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله سنتكلم بإذن الله تعالى عن تفسير مختصر لأول سورة القصص هذه القصة لم تتكرر في القرآن ولم تأتي بهذا السياق إلا في هذا الموضع يعني قصة أم موسى عليه الصلاة والسلام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه الحروف المقطعة هي الحروف التي تأتي منها الجمل والكلمات التي يتكلم بها العرب الله سبحانه وتعالى تحد هؤلاء الفصحاء البلغاء الذين كانوا يتكلموا بالشعر والفصاحة أن يأتوا بآية واحدة ما استطاعوا so these letters that come together they are specific letters in the beginnings of different chapters of the Quran from them there's the speech the sentences everything of the Arabic language comes from this and with these letters Allah SWT has challenged the most eloquent of the Arabs they were known for their poetry their eloquence in speech and the likes to bring one verse like the Quran and they were not able to do so despite that for example of the likes of these حروف that are severed they don't have they're not actual words they are حروف in and of themselves this is how Allah SWT challenged the most eloquent of the Arabs يعني هذه الحروف وهذه آيات هذا الكتاب هذا القرآن المبين الواضح so the sheikh mentioned these letters and these verses as Allah has mentioned that are within the Quran they are clear very clearly crystal clear الحمد الحمد تسلو عليك من نبني موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون يعني هذا فيه ذكر موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله من أولي العزم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في قصته مع الضاغية فرعون لكن هذا هو القصص الحق الصدق لا تنظر إلى غير هذه القصة في الكتب الأخرى أيضا ما قلت بأنه كان هناك مصدر في مصدر في تغيير فرعون لكن أيضا هذه القصة هي صحيح الصحيحة في القرآن هي صحيحة لذلك لا يجب أن تنظر إلى القرآن عن هذه القرآن إن فرعون على في الأرض و جعلا أهلها شياعا و جعل أهلها شياعا يستوعف طائفة منهم يستوعف طائفة منهم يذبح أبناءهم و يستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين هذا الطاق يا فرعون مفسد ظالم متعدي حتى يبقى له هذا الطغيان و هذا المقام أخذ يقتل الذكور من بني إسرائيل و يبقى النساء للخدمة وهو أول من طبق قاعدة فرق تسد يجعل الناس أحزاب مختلفين حتى يبقى في السلطان وفي الملك و نريد أن نمون على الذين استبعفوا في الأرض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارفين سبحان الله هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه ابتلاء على موسى عليه الصلاة والسلام و قومه لكن بعد هذا سيكون التمكين يعني قدر الله أن فرعون يتسلط على بني إسرائيل حتى يرفعهم الله سبحانه وتعالى و كلهم النصر والتمكين فلا يمكن أن يأتي التمكين في الأرض إلا و يسبق هذا اختبار و امتحان So here glory be to Allah سبحانه وتعالى و الأشيخ سبحان الله In this situation Allah سبحانه وتعالى tested موسى and his people where they were the weakest but this was going to be after their oppression and their test that they went through they will be well established in the earth and you'll find that there are no people who became well established except prior to this they were tested they were tested with weakness and the likes so Fir'aun he transgressed over the people but then this is how Allah سبحانه وتعالى raised the people of Bani Israel that they will become after this oppression well established upon the land و نمكين لهم في الأرض و نرية فرعون و هامان و جنودهما منهم و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون يعني فرعون ووزير فرعون و هامان كانوا يقتلون الذكور من بني إسرائيل لأنهم علموا أو يعني نمى إلى علمهم أنه سيكون نبي في بني إسرائيل فأرادوا أن يقتلوا الذكور حتى لا يخرج منهم هذا النبي الذي سيكون نهاية ملك فرعون على يده عليه الصلاة والسلام فرعون و هامان و جنودهما من بني إسرائيل لأنه سيكون نهاية ملك فرعون من بني إسرائيل على ما أراد الله فهذا الذي يقتل فرعون الناس من أجله الله سبحانه وتعالى جعل فرعون يربي بين أحضانه و يحفظه و هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى نعم also it's important to know that if Allah decrees something also Allah has decreed the means for that thing to be attained so the same reason why فرعون was killing many people the same the one who because of this فرعون is doing all the killing Allah decreed that this one would be in the hands of فرعون being raised by فرعون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين هنا بدأت قصة أم موسى عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها from here the story of the mother of Mousa عليه الصلاة والسلام begins أمرها الله سبحانه وتعالى بأمرين ونهاها عن أمرين وبشرها ببشارتين Allah سبحانه وتعالى commanded her with two commands and prohibited her from two things and also gave her two things of glad tidings أمرها بأمرين yes he commanded her with two matters الأول the first ترضع and that she nursed Mousa عليه الصلاة فإذا خافت عليه من فرعون وقومه أن يقتل تلقي ابنها الرضيع الحبيب إليها تلقيه في اليم في النهر however if you then fear that Firaun and his soldiers would catch him to kill him then the same child that you have been feeding wet nursing then put him in the river ونهاها عن أمرين and he prohibited her from two matters لا تخاف يعني على Mousa عليه الصلاة والسلام في المستقبل and you don't fear over Mousa عليه الصلاة والسلام regarding his future ولا تحزن على الماضي nor should you grieve about that which has passed وبشرها ببشارتين and he gave her two matters of glad tidings الأول the first of them أن Mousa عليه الصلاة والسلام سيعود إليها the first is that Mousa عليه الصلاة والسلام is going to return to her الثاني هذا من أعظم وأفضل البشارات أن هذا سيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من أفضل الأنبياء والرسل من أولي العزم من الأنبياء والرسل كليم الله also the second aspect of glad tidings which is the best is that Allah had informed her that he is going to be from the prophets and messengers going to be a messenger of Allah عليه الصلاة والسلام rather he would be from the best of messengers as he is from أولو العزم those prophets and messengers of strong and high determination وليس أفضل الأنبياء لكن من أفضل الأنبياء and he is not the best of the prophets and messengers rather he is from among them فَالْتَقَطَهُ فَالْفِرْعَوْنَ فَالْفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَمَنْ كَانَ مَعْهُمْ مِنَ الْجُنُودِ تَعَمَّدُوا الظُّلْمُ تَعَمَّدُوا الْخَطَى تَعَمَّدُوا الْقَتْلِ So when the mother of Musa placed him in the river who is it that took him who is it that came across him it was the people of Fir'aun Fir'aun, his minister Haman and also his soldiers they are the ones who took Musa but they had evil intention the intention was oppression that they intended to kill Allah subhanahu wa ta'ala إذا أحب عبدا أحبه أهل السماوات وأحبه أهل الأرض Allah subhanahu wa ta'ala if he loves one of his servants then the inhabitants of the heavens and the inhabitants of the earth will also love them آسيا امرأت Fir'aun عندما رأت Musa عليه الصلاة والسلام أحبته آسيا, the wife of Fir'aun when she saw Musa عليه الصلاة والسلام she loved him أرادت أن يكون Musa عليه الصلاة والسلام إما أن تتبناه يكون ابن لها أو يكون عبد خادم لها So she wanted when she saw Musa عليه الصلاة والسلام that either she would take him as her son or that he would be taken as a servant for them فقالت لفرعون وقومه لا تقتلوه So she said to Fir'aun and his people don't kill him اتركوه leave him يبقى معي و أربي و أما أن أتبناه أو يكون لي خادم leave him for me I will take him and raise him either I will take him and raise him as my own son or that he will be a servant for me هذا فيه ثناء لأم موسى عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها أنها مؤمنة و أنها الله سبحانه وتعالى ربط على قلبها بأن صنعت هذا الصنع وضعته في النهر نعم فبدأت لا تفكر ولا تذكر شيئا إلا موسى عليه الصلاة والسلام وقالت لأخده قصين فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون يعني أم موسى عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها أخذت بالأسباب وقالت لأخته أخت موسى وهذه يعني كبيرة ليست بصغيرة يعني أكبر من موسى عليه الصلاة والسلام تتبعي دون أن يراكي أحد هذا الرضيع موسى عليه الصلاة والسلام أين يذهب نعم فراأت أن موسى عليه الصلاة والسلام وصل إلى قصر فراون وأخذوه So she had seen that موسى عليه الصلاة والسلام had reached the palace of Firaون and they had taken him هي تراهم وهم لا يرونها She can see them but they're not able to see her وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون الآن امرأة Firaون تريد أن ترضع هذا الولد فكل ما تأتي بمرضعة لا يقبل موسى عليه الصلاة والسلام أن يرضع منها خافت عليه من الموت فجاءت أخت موسى عليه الصلاة والسلام ما قالت عندنا أو أمي ترضع هذا الصغير لا قالت أنا أدلكم أهل بيت يرضعوه وأكثر من هذا يعني يكون فيه تربية ونصح لهذا الصغير رغبتهم يعني نعم سلط الدعاية والإعلان نعم موسى's sister عليه الصلاة والسلام when she came when there was no one who Moussa would accept as a wet nurse she didn't say I can take him to my mom and like she said I can show you a family I can direct you to a family who will be able to nurse him and she didn't stop there she also mentioned that they will also be able to raise him and nurture him in a good way almost like enticing them to accept this proposal فرددناه إلى أمه لكي تقرعينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وكان لأم موسى عليه الصلاة والسلام البشارة الأولى بأن رجع إليها موسى عليه الصلاة والسلام فكانت ترضعه وتأخذ على لضاعته أجرا نعم بقي البشارة الثانية أن هذا سيكون من أولي العزم من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام موسى عليه الصلاة والسلام ولمّا بلغ أشده وستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين موسى عليه الصلاة والسلام هو الوحيد في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم أنه كمل في الخلقة يعني قوة في البدن لماذا؟ لأنه يذهب إلى طاغية قط يبطش به نعم موسى عليه الصلاة والسلام هو الوحيد المسلمين في القرآن أنه يتكلم أن الله سبحانه وتعالى عنه في terms of his physical creation لأنه سيكون سيكون أحد من الأفضل تراني لأنه سيكون قوة لنفتحه لأنه سيكون سيكون قوة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين دخل موسى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في وقت يعني لا يكون فيه حركة كثيرة للناس وقد يكون هذا يعني قريبا من وقت الظهر نعم فرأى رجل من بني إسرائيل يتخاصم مع رجل من آل فرعون وكان موسى عليه الصلاة والسلام ينصر المظلومين فهذا من آل موسى عليه الصلاة والسلام أراد من موسى عليه الصلاة والسلام أن يعينه على هذا المتعدي نعم من آل فرعون موسى عليه الصلاة والسلام لم يضربه لم يضرب يبطش به فقط يعني وكزه موسى نعم وهو لا يتخيل أن بهذا سيموت نعم حركه نعم 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 موسى didn't hit him موسى just shook him but he didn't expect from this that the person would die نعم فمات so the person died ف لكن هو ما أراد هذا he didn't intend this قال هذا من عمل الشيطان he said this is from the works of شيطان يعني الشيطان قد يجعل الشيء القليل كثير because شيطان may make something that's small something that is big فماذا صنع so what did he do تاب واستغفر الله سبحانه وتعالى and he repented and sought forgiveness from Allah سبحانه وتعالى نعم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفرني فغفر له إنه هو الغفور الرحيم يعني مباشرة استغفر وتاب ودع الله سبحانه وتعالى أن يقفر له فغفر له الله سبحانه وتعالى يعني immediately after this had occurred he sought forgiveness he turned back to Allah سبحانه وتعالى asked him to forgive him and called upon him so Allah forgave him قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ضريرا للمجرمين نعم هذا كان من موسى عليه الصلاة والسلام أنه وضع نفسه ناصرا للمظلومين نعم and this was from the way this was from Moussa himself عليه الصلاة والسلام that he made himself he put himself as someone who would aid and assist those who are oppressed فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرقه قال له موسى إنك لغوي مبين موسى عليه الصلاة والسلام خاف لأن هذا الأمر قد انتشر أنه قتل رجل من آل فرعون فأصبح خائفا من أن يأتي أحد من آل فرعون أو فرعون يبطش بموسى عليه الصلاة والسلام وهذا خوف طبيعي وهو في هذه الحالة وإذا بالرجل الذي من آل موسى عليه الصلاة والسلام أيضا ينادي موسى عليه الصلاة والسلام بأن ينصره ضد رجل من آل فرعون رجل آخر فلما أن أراد أن يبطش من الذين هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين يعني هذا الأمر انتشر بين الناس وقال هل تريد أن تتعدى علي كما قتلت ذاك الرجل هذا يعني لا يليق ولا أكون إلا ممن يريد الظلم والإفساد في الأرض نعم لذلك هذه التحيات من ما حدث مع الآخرين حدث الناس يتعلم عن هذا فلقل لك موسى عليه الصلاة هل تريد أن تقتلني تريد أن تقتلني تريد أن تقتلني كما تقتلني أجرد أن تقتلني هذه الأمر فقط من 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 أحد يريد أن تقتلني وقال إن تقلني وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك أن يقتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصح جاء رجل ناصحا لموسى عليه الصلاة والسلام قال له إن الملأ يعني من آل فرعون من لهم الرأي والمشورة والسلطة يريد قتل موسى عليه الصلاة والسلام اخرج حتى لا يقتلوك فوق now a man from the people of موسى الصلاة والسلام has come advising him and he's informed him that the chiefs from the people of Fir'aun are on the lookout for you in order to kill you so you are to leave this place so that they do not catch you so at this point he left Egypt and supplicated to Allah that he would save him from Fir'aun and the people of oppression وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ قَاءَ مَدْيَنَ بأرض فلسطين وَدَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دَعَ اللَّهُ بِأَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَهْدِيَهُ الطَّرِيقِ وَسُبْحَانَ اللَّهُ لَمْ يَخْطُرْ عَلَى بَالِهِ إِلَّا طَرِيقَ الدُّنْيَا فَأَعْطَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى طَرِيقَ الدُّنْيَا وطريق الآخرة وكان وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تبودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاة وأبونا شيخ كبير كان هناك رجال لكن ليس فيهم النصرة والمساعدة للمرأتين ولا يظهر منهم هذا يعني تظهر خصال الرجولة كانوا يسقون للمواشي وهناك مرأتين عندهما مواشي ولكن يأخذهم الحياة لا يقتربوا من الرجال ولا يختلطوا بالرجال وهؤلاء الرجال لا يساعدوهم نعم مرأتين فسأل موسى عليه الصلاة والسلام ما شأنكما لماذا تصنعوا هذا قالوا لا نستطيع أن نسقي مع الرجال طيب لماذا تخرج المرأة الأصل المرأة أن لا تخرج يخرج الرجل قالوا أن لهم أبا لكن كبير في السن لا يستطيع أن يخرج ولهذا كان من الضرورة أن يخرج نعم فسأل موسى عليه الصلاة والسلام ما شأنكما لماذا تخرج المرأة أن تخرج المرأة فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وهذا من حسن خلق موسى عليه الصلاة والسلام أنه سقى لهما ثم مباشرة لم يقف لماذا حتى لا يكون هناك شيئا للدنيا وحتى لا يعني يقع في قلبهما شيء لأن في الغالب الغريب لا يستحي منه وممكن يكون هناك فتنة أو ما إلى ذلك فسقى ثم تولى إلى الظل لم ينتظر أن يقول له مثلا شكران أو ما إلى ذلك نعم Also here this situation reflects the great manners of موسى عليه الصلاة As soon as he got water for them he immediately left He did not wait around for any signs of gratitude or the likes He immediately left them And this is because of the thing that's known The one who's a stranger people are less shy from them When someone's a stranger people have less shyness from them But موسى didn't want anything to enter in anyone's heart And save himself from fitna As soon as he got water for them he left immediately نعم ثم بعد هذا دع الله سبحانه وتعالى لماذا لأنه قدم شيئا من أسباب إجابة الدعاء وهو مساعدة الضعفاء بعد هذا دع الله سبحانه وتعالى نعم After this he then supplicated to Allah سبحانه وتعالى And of the things that aids in having your supplication Answers that you do something for the sake of Allah So before calling upon Allah سبحانه وتعالى He aided and helped those who are in need of help Those who are weak He helped them And then he turned to Allah سبحانه وتعالى In supplication فبدأ الآن شيئا من إجابة الدعاء وشيئا من الفرج لموسى عليه الصلاة والسلام Also from this began the situation of the supplication being answered And the relief from hardship So he left something for the sake of Allah And that was free mixing among the women And speaking to the women So Allah سبحانه وتعالى Give him an exchange that was much better than this فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوز من القوم الظالمين جاءت إحدى المرأتين على استحياء وأدب لموسى عليه الصلاة والسلام وقالت إن أبي يدعوك طيب يدعوني لماذا حتى يطمئن موسى عليه الصلاة والسلام ويذهب إلى هذا الرجل قالت ليجزيك يعني يكافئك يعني يكافئك على الذي صنعت لنا من سقيا الماء نعم نعم لا هو ما قال لماذا نعم ممكن هو نعم 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 فلما جاء إلى هذا الرجل الصالح هذا ليس بنبي نعم قال قص عليه موسى ما حدث له عليه الصلاة والسلام في مصر قال له هذا الرجل الصالح قال لموسى عليه الصلاة والسلام قال نجوت من القوم الظالمين الآن أنت هنا نجوت من فرعون لا تخاف كيف عرف أنه نجأ من فرعون لأن مدين لم تكن تابعة لفرعون لفرعون قالت إحداهما يا أبت استعجر استعجر إن خير من استأجرت يعني يكون أجير عندنا يعمل لدينا وهذا الذي قالت إذا توفرت هذه الأمرين في عامل هذا يكون كمال العمل الدنيوي القوة والأمانة نادر ما تجتمع نعم كيف عرفت الأمانة هي عرفت القوة سقى لهما من أين عرفت النؤمين عندما سقى لهما وتولى لم يبقى because when he got the water for them he left he did not stick around فعرفت أنه لا يمكن أن يتعدى ويصنع الصغائر خلاص إلا صنع الكبائر هو من باب أولى لا يصنع الصغائر هو مؤتمن على هذا على عرض النساء ما لم يتعدى عليهم نعم because when he left immediately he did not stick around showing that he did not fall into anything of a major sin let alone that which was minor so this was evident that this was someone who can be trusted وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَى اللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَى اللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَى اللَّهُ وَصَلَّمُ وَجَزَاكُمْ وَاللَّهُ خَيْرًا so with that we come to an end and a second he sends salutations upon the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم الله أَعْلَمُ سَعَكَمْ مَصَلَى هنا خَمْسَ وَرُبْعَ رَحُبْتَ خَمْسَ وَثَلَاثِ وَعَشْرِين دقيق نصلي هنا نأكل مكان هم ممكن يصلينا في المسل مسل ما زال ومفتوح عشرة وَرَإِلَنَا نحن نعرف